شاهدين الكرام متتبعي الأيام 24 كنت واجدوا مع عائلة اللي البنت ديالهم كانت تعالقة بأوكرانيا ويام ويام اللي ثلاثة سواع فقط يعني بالوصول ديالها المغرب تسد الحدود ويام عندها ست سنوات في أوكرانيا يعني قرأت لمدة ست سنوات بقتلها ثلاثة أشهر فقط باش تجيب ديبلوم ديالها يعني شأنها شأن جميع الطلبة والطالبات اللي كيقلبوا يعني على المستقبل ديالهم واللي كيجتهدوا وكيمشوا باش يعني يحصلوا العلم ويجيوا يعني باش يستفدوا منه في الدول في الدولة ديالهم معنا ويام غدي نشوف معها بعد التفاصيل والأصدقاء ديالها اللي بقين عالقين في أوكرانيا ويام على سلامتك ابنتي على سلامتك قبل من الحرب يعني منين بقت تطوبوا الحرب وعرفتوا أننا غتتنود الحرب هدا كيفاش كانت الحالة ديالكم كانت بحالة كينا الحرب يعني كنا دائما نخايفين ما عارفين شنو غيوقع وش بصطحة شي وش ماشي بصطح وش نعدي نديرو وش نبط بحالنا نبقى وكننا دائما كنا في هذاك لدوت كان لدنا لدوت ممتيقينش اه ممتيقينش كنقوله ما وميمكنش ما عادي لعما يقدر يكون شي عادي بحال دائما نوادي ولكن ممكن بالخرج بالأسف كيفاش خديتي القرار باش تجي خصوصا أنا بقلك يعني ثلاثة أشهر فقط لتحصيل يعني الدبلوم ديال في الصيدانة انا صراحة ما كنت باغي نجي ما باغي نجي على دارنا ولكن كتكن قل قرائتي دابا يلو لا اللي سوطم لك أننا كنت تهدو أننا ما يمكنش ما عندناش الحق انه نمشيو عشان بالطول في حالات كو متشول مغرب غا تترضو لا فك يعني ما كنقول قدية تلت شهر هنصبر ما ماشي مشكي يعني فتحتوا معاهم باب الحيوان باش شوفوا معاهم يعني الى ما يطود لي غديرو احنا قلنا لهم قروناها انلين ما بغي ناش اصلا دعمتا مشي وباكملونا قرونا انلين قلنا القراية انلين كتكون غير الى كانت عندنا زعمال مشكلة ديال كوفيد كانت كورونا بززاف كانوا عندنا الحالات بزاف ديالك ساعة كتقروا انلين دابا ما كنتش حاجة كنتم حالة تواريق للحرب ماشي حالة تواريق وموديك ساعة فالوول كيقول ان ما كنتش حاجة كيقول احنا ما كنوالو احنا عمات السوق غا ثقتا يعني كانوا باقي المشاورة الدبلوماسية اصلا فهمتي بحنا ما خايفينش انتوني قلنا ما كنتش حاجة غير مصيرو عايش قلو سوق تقراوها ديم ما كاش مكاش اونلين ولا بوجودوا نزلوه اللي غا ينزلوها غا ينزلها غا يطرد هاتش اللي كانوا قرونا فالوول سافي يعني احنا دائما بقعدنا وخايفين ما بينسوا ما ديش نبغيو ان كنشوفو احنا باقي ما كينوالو بسطح اه كين ذك الشي الخبار اللي كنقراهو سافي ولكن في الحياة الواقعية باقي ما كينش حاجة يعني ما عارفين شنو نديرو كنقولو او فولا ما كينوالو نتصبرو معنا ما نديرو نتصبرو تشكون شي حاجة عاد نمشي وديك الساعة كيفاش خديسي القرار؟ كيف يقولو صراحة قاعد طالبا قاعد طالبا كي تسنو تكون شي حاجة عادية تحرقو لكن افوالا حتى اطراتهم وكي ملقبوش كيفاش يديرو دابات سدو كل شي معنو مش لبوشين يتباش يجيو في حالاتهم كيفاش جيت انتي؟ انا صراحة بضغطة دي الوالدية غير والدية تطقت كل نهار كعشرة دابات في النهار وي ام ايجي قطعتي ولا باقي انطر معاوك يقولي شوفي لابات تانية هاش عيطة لي اتقولي انا قطعت ما تقوليش لي باقي ما عرفتش اما ما تالي يا مما قطعي اردا ايجي سافي انك سافي انك سافي انك سافي انك تلواخ سافي ماشي قطعت وجيت قطعتي ذاك نهار ووصلتي ثلاثة تسواتي سدو الحوضي كنت وصلت مع تسعود الليل وفي الخمسة الصباح الأوكرانية كان بدأتك شيء وصلت الاربعة الخميس بدأ بدأ القصف وصحابك وصحاباتك كفين خليتش هم وش جمعك شيء بقعوه ماذا تقريباً ديال لما جمعت شيء واحد جيت بوحدي جيت غير بوحدي وكان كل شيء كامنين بعدها دلقائنا الناس اللي كان عارف أنا يلا بلوبباغ بقعوه هنا كين منوني مشال توركيا ولكن دعم ألا بلوبباغ بزاف بزاف كينين في أوكرانيا هل تقريباً كينين ديل طلبة شيء عشرالاف؟ تقريباً صراحة ما عنديش فكرة بالضبط ما نقدرش نعذيك الرقم بالضبط ولكن اه تقريباً بحلقك اليوم شنو سبغيت قولي لهادوك الطلبة وصحابك اللي بقعوه على القيم صراحة ما نقدرش نقول لهم شيء حاجة من غير الدعاء انني كندعي معاهم ربي معاهم والله يكون معاهم يا ربي يا ربي تكون معاهم ويرجعوا لنا ويرجعوا الواليديهم سيقتلوا الواليديهم نرى الخوف ديالهم بوحديتهم بساكن وتاهم هم كيعيشوا دابة فغير ما هم كيعيشوا في ضروف خيبة خيبة ديال بسطح ما مشكلة في ليبانك اللي كي يسدوا ليسادين الماكلة ما عندهم مش كيفاش يديروا وبزافت الحويش بزافت الحويش خيبين يعني لما صراحة والله كنت واصلي معاهم؟ نعم كنت واصلي كنت واصلي كنت واصلي ومثل كنت وخلو عين خيشين ما فصل عندهم لذلك البلاثة القصف؟ نعم كنت وضعنا في كنسة خاركوف ويلي فاعدة دابة كي يلقص في خاركوف وصراحة دابة امتبا فاقتو دابة في أوكرانيا كاملة رافت في قاع المدن دابة كي يلقص في خاركوف دابة حالياً كي يلقص في خاركوف اسمت الأم ديالك خاتلك الونيفرسيتي حزيات دربات؟ نعم 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 التولى مقصف في خاركوف ه lasers ای يعقوش عين كلما يناقص يناقل لطيق م أولا بدونًا باردوني تبقوش في السText كيف تكون في ذلك الظروف وصافيك تفكيراتي أغير تشي تحمي راسك وصافي غير تحمي راسك لتوالد لتشي حار لكن والله ربي معهم اللي يكون معهم وصافي اللي يكون معهم عشان يقدر نقول الله يصوب يا ربي مساء الله يا ربي غنشوفوا مع الأم ديالوي أم كيفاش كانت الحالة ديالها كيفاش قدرتوا تتقنعوها يعني من بين طلبة أصحابها اللي كانت بقليلي همتها هماشي تطوموا يعني باش يأخذوا اللي ديبلوم ديالو شكرا بالنسبة لي أنا كأم اللي قدرت البنت ديالها ست سنوات في الغربة بالاختيار ديالها كنا دائما كان شجعوا علاس لأنه يعني الحمد لله كانت تحصل على النقاط مشرفة وهذا ما كانش عندنا إشكال ولكن مني نوقع هاد مشكيه بعدها كنا عفل كنفينمون يعني كنا عشنا معهم مأساة ما كيخرجوش وما زالهم كان شوية عندهم صراحة كانت عندهم الحرية وخاكك ما كانوا شدين عنهم بزاف وضاء وكي حنا كنا نخافوا على أولادنا لأنه وخاكك ما كانوش مأمنين صحيا كيخرجوه في هذا في كل قيسة ما كانوش باغين يديروا ذك هذا التلقيح وهذا كانت عندنا معاناة في ذلك القيسة ولكن المعاناة ديالحرب شيء آخر ما يمكنش ما يمكنش تصوريه أستاذة انفو بدو يعني ذك المناوشات وهذا كان عيطو حناك عارفة تنقراوه كان عيطو عندك بنتي جيوا في حالاتكم تيقولك سي ترانكيلي سيرا ما يعناش مشكيه وكان مشكيه لكين انه بويس كان الاختيار ديالهم يعني بحلتهم مساكن كانوا يتحملوا واحد مسؤولية تيقول وليدينا تيخلصوا عنا يعني جرفض المال ماشي ساهل ولو ان احنا نجلينا بالمادي والله ما كان هضرو في ذا با كان هضرو في ولدتنا يجيونا بصحيحتهم أنا مكربش عليك تمنيت نعمض عينيون حلاو نقادوا كالطالبة مساكن حدانا بانتيجات ولكي ما جاوش الأصدقاء ديالها راحنا كانعيش واحد مأساس ربينا مطالع بينا والله يا العظيم لانه طبيعة الحال كنا دائما يعني معاهم في حوار وهذا وباقي مستمر معاهم حد سعره كل دقيقة كل لحظة كان عايتون ما جدرت يا ولدي هذا طور ساسكون كتهدر معاه كتسمع القصف كان سمعه وستدره مش يقولك شي حد ما كانش القصف راياني تضمره سمدينة على قدها اه تضمره يعني المحلات ليبونك ما كانش احنا مسلا نصفنا ليهم فلوس ومؤخرا كانوا يعني يصرفوا هذا ايش يديروا باد الفلوس وفي ان هاد الراك عرف هاد الاجينة غاسرين اللي طالعه اولاد بقين صغار ممسؤوليش مساكل مات يفقروا لفماكله لفواله الخوف الخوف يباغيتهم يعني يعني عايشي الخوف لدرجة ان احنا هنا سنقولهم وعندك هزاول دي الدواء ديالك هز دواء هز ما تاكل صافي ولكن للأسف لوحد الحالة كان عيشو فيها لا نحسدوا عليها لا نحسدوا عليها وكانت منها هاد الوكولداتي خرجا ومخرجا لان هاداك شركة يعيشوه استاده ما تصوريش كيفاش عايشين واش ولد كان بمحلوه وكيفاش عايش في دارهم معزز مقرم مشاق 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 باش يجيب الديبلوم رامشة باش يقصي يعني الارسفنسابيليتي ديالو في هاداك لديبلوم وببوغغ اسير صنافينيج يعني انسان لي كيمشي رتي يبني مستقبل ديالو وحنا متنقولوش اللا كيقرأ وليداتنا ماشي متوقعوش بجيبوش هادا وغيكملو في البالد الحبيب ديالو وكليل الاسف شاءت الظروف انه كل شي يتقلب رأسا على عاقب المستقبل ديالو مستقبل ديالو ولكن الأهم من هذا الشي صحيحتهم. صحيحتهم. بغينا ولدتنا يجي ونعف صحيحتهم. هذا نداء المسؤولين. كلهم عندهم ولدتهم. هادوتهم وولدتهم. لأنهم يجيبوا واحد العز لهم. الأسر ديالهم. الوطن الحبيب ديالهم. طبيعة الحال. نداء المسؤولين. يريد ديروا شي حل ولدتنا. خليهم يحسوا بالإطمئنان. رغم ساكرة عايشين في واحد الحياة. واحد الحالة يرتالها. يرتالها بمعنى الكلمة. يعني من جميع الجوانب. وجاء الجانب النفسي. هو اللي ضرني أنا بزاف. علاشني أنا كنشوفه كيفاش كيتواصله معنا إحنا. درج أنا فوقت هضر معاه. وكتلقاه شاردة الدهن. أولدي شنو كدير. ابنتي شنو كديري. فهمتي. ما بقاش كيتسنى شنو غايجة بكل كيتسنى. هذاك القصف شنو غشي حاجة غتنزال هذا. وعاد دفع لدلك أنهم عايشين دباعي في قويت. أولادنا. كينين واحد يعني واحد نخبة ديالوليدات عايشين في الميترو. وكينين واحدين آخر مساكن. في الكاف ديال. ديال دوكليزيماب اللي عايشين فيهم. هذا. وراء واحد الوضعية كاريتية. هكا اكتبانوا لك. هكا قوادس مهرسين هذا. وضلام واحد الحالة. ما عارفناش والله العادم. احنا كنا نقولوا بغينا الوليداتني يتصوفوا. عارفين بأننا حتى مثلا. ماشي سهل هاج. ماشي سهل. ولكن كانت سمنوا يعني المسؤولين يديرون لي ما إلي بي. باش يصوفوا لنا ولداتنا. ما عارفناش وش يديروا مثلا شي كار ويبانوا في. هاد وراء مغاربة. باش ما يقسهم حد. ما عارفش ممكن خصيد دار حل دوك الوليدات. كانت تواصلوا معهم. كانت تواصلوا معهم واسدارة في كل لحظة. والله ما نكذب عليك في كل لحظة. كان عيطوا لهم. مادا برأي الله عيط. سانها ضربوا معهم. سانت سمعت القصف بتاقتر. سيكون بغضهم واخدهم دائمين فوق مساكن فوق منهم. زعم ما شان نقول لك. كانت منهم يا ربي. قلتوا زعمة. أخدتوا زعمة القرار صائب أن الابنة دي لكم ترجع. وهو لو بقي لها يعني تلتشهور فقط على نيل الدبلوم. استادة شتي مني كان شوفوا هاد الحالة دي الحرب. ما كيبقي لها. يبقى لك تشي حاجة. بغينا وليداتنا سالمين غانمين. ما نكربش عليك. ما بكنا نفكروا لا في ديبلوم لا في تشي حاجة. ونازم نفكروا يجيوا. ده بالمشكي اللي كان عندنا. وهو كان. احنا وليداتنا مساكن عاناو. علاش? احنا سنقولوا لي بجيوا في حالاتكم. لأن الدولة المغربية جدارت لي عليها. باش يجيوا وليداتنا. لا يجل زيون باخير. تحركوا يعني على موسة ويعني الطيارة وهذا كان حل. لأن البيي واحد اللقاء يستدرها وصلت جوجة لمليون. وما كيش يعني سيبا على بغتي دو طول مون. يعني ما الله يحصل لعوان. ومع ذلك قلنا ولدتنا يجيوا. الحمد لله دولة حركة. اه كان يعني واحد هاد الانيسياتيف اللي الدارة يشكرون عليه والله يجزيون باخير. ولكن الاشكال اللي كان. وهو انا حسنا سنقول لي بجيوا. هما مني كان تصور بنتي سنقول لي بنتي يجيوا في حالاتكم. فس قل لي ماما عنا لقاء مع الدكانة في الصبح. كانت سنة والدكانة والله العظيمة كان نعصى أستاذة. اش اش درت معكم. اللي دارش انا بتي ديرونا لايف. ا كي هما سنهضروا باللغة دي لهم وكي كي لبنو ولدتنا كي ترجمونا. فولا دكانة هو العميد دي لكلية. كي تقول لي هم ممنوع الطرد. بحال هكا الطرد اللي يمشى للمغرب اللي يرجع لبلاده الطرد. واحد الوقيسة قاعدت لهم اللي بغا يمشي خمسةاش في يوم مثلا هذا. بحسبات الكالكولة تخيش. بتوصير الكالكولة تخيش كي تحسب معهم. فولا هابش حال غا تتقام عليكم حاش هما الغياب كي يؤديوا عليه. ما عندناش مشكي. قلنا لهم عيش ي عيش نخرج ونمشي في حالتنا المغرب. وديرونا مثلا حتى هذوك الدروس ديرونا يعني عن بعد. ده بالمشكيل اللي كان انه الدروس عن بعد يعني هذا تمنعه. واللات عندهم امتحانات يومية. واش بنادم عيش ربين يمطالع بي وكنشوف يعني مشاورات خدامة وهذا وكنشوفوا الاخبار اشان الواقع. وكان عيطوتي يقول لك هم ممنوع تمشي. حنا سنقول يوم جيو. الدولة كذغون الوليداتنا صافي. يعني هذو المشاورات خدامة وهذا وكنشوفوا الاخبار في الواقع. وكان عيطوتي المغاربة اللي على بر العالقين باوكرانية يجيو في حالتهم. اوكرانية يقولوا منمشي سوغان تردوكم. وانحنا كي غان ديرو. فين? ما عرفنا كي غان ديرو. دونك شنو مدم كان الاختيار والخيار ديالهم. كانوا مساكن مستعدين انهم يضحيو. حاش يقولوا احنا دي تحملنا. احنا دي درنات المسئولية. احنا دي تحملنا. دونك خصنا نقسيو ميو. ولكن للأسف. انا بنتي في الاخر لحظة صنعية ثلاثة. نقول لها بنتي جي. هالسخة الرضا. هالسخة الرضا جيف حالاتك. صافي. رب الحمدولي اللي جات. فرحتنا ما كملاتش. لانا وليدتنا را باقي اللي هي. باقي اللي هي. والله والصدر ما تنأكل وما تنشربوه مثل نعصو. راحنا اللي عايشين ذاك قدامها. راحنا. زعموا في واحد الحالة نفسية. راح بني مطالع بينا. كانت منه يا ربي هادوك وليدات يدار لهم مشي خرجوا مخرجا من هاد الازمة اللي هو ما فهم ساكن يا ربي هادش اللي كانت منه. وياريت خص سلوطات يعني تحرك. بلي فيس بوسيبل بسكو هادوك الولاد يلا بقوا وعين هارو له هادا را مكتوب شعرك. كالله في عونيو. هادا هو. ويعم غدير نرجع لك. احساس ديال كنتي بين والدك. وخا. وليدت الاخرين صاحبك يعني. في الطفة الاخرى والحرب. والله يلا بحالة 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 باقي في اوكرانيا. والله ما كدب سيلك. بحالة ما بحالة ما زيت. باقي بقي عقلي هناك كل شيء هناك قلبي هناك. بغي ما والله بحالة ما زيت. باقي هناك. باقي في اوكرانيا. ما حيث بحالة عيش معهم. بحالة ما بحالة انا كنت تراصي. بحالة انا هناك. أنا بحالة كنت تراصي في ذلك موقف ديه انا كنتماش غيط راضيه. او لب لا ما قدر شو الله. مشاهدين الكرام غنشوفوا مع الاب ديالوي ام. حتى وادا سيليه. يعني دي موما خايب يندزوا عليه بسف. يعني بنتو كيشوف ان الابن ديالو المستقبل ديالها كيضيع كيقلب غير على يعني بنتو يصوفيها يجيبها هنايا. السلام عليكم. السلام عليكم السلام عليكم الله. تيقوا لي. كان عندك. بالفعل كان تيقل كبير. آآ ويبق كبير بالنسبة الكنف. كان نشوفه. كان شوف بنتي غضيع ديالي. لاحظة. يعني غضيع الحياة ديالي ما تبقىش تشوفها. ايه غضيع ديالي في مرة ما نشوفها المأسافية غتمشي لي بنتي. غضيع اللحظة غتمشي لها. دونك خديت القرار. يعني كل شيء كيتعود القرية كيتعود الفلوس كيتعود ولكن. كان تواصل معها يوميا وكان نظر معاوتها ونقول لها شوفي كل شيء كيتعود. كانت قل لي بابا را حتى الساعة باقي ما كين تشي حاجة الأمورات عادية. فنقول لها بنتي لابدات الحرب را التحاجة ما غادي ما 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 انفوت بدا الحرب. راح ما غاديش تقدير تجي. وذلك شيء بالفعل لي كين كون بقات. كنا غادي. حنا ايه غامر امشي ردنا غامر بقى البنتيات لشهور. انا ما كنشوفها هنا بنتي بق باش تكمل تاخد الدبلوم ديلا. وكنو كن ما خلنش تقرار بانها جي. غا تبقى هاجر. اشم دبلوم بقى لابا. هاي غا نشوفها بنتيها غا تموت. اي لحظة قرار تموت سمايا. دونك القرار اننا خسنا نجيبه اخسات جي. انسي استيناعليها واخها هي كانت كانت تردد. كانت تردد سيمانة كاملة وحنا معها. انا غا نقطع غدا. كانت تقول لي يا باقي ما قطعش نزلتي. يوميا كانت نظر معها باش تقطعهم. اخير مرة قلت لكها ويقام شنو. كانت شوفي اخر اه موقاش نبقات جزي معي. هدرا صح في سيري قطعي. وضونك الحمدول للا مليخ ياخدت دي قارة لان نبل الخرمة وتقطعت في فدك انه كانت اخر طائرة فهجت. من 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 حصل الحب. هي الله. لا داها نياها. وكانت كانت تركب دك الساعة قال له كل تقانيلاتيه كيف حلوقيتك. اه حتنا. قال له تقانيلاتيه أقلون حقال والتي تنوره غير غير كانت غوتها. غزمت. انها هجت. والحمدول الله هالسي لي نعم. عندي واحد سؤال. هلاش هادوك الوليدات مخدوش هاد القرار? هلاش زي ما بقاوا؟ شنو المانع ديالهم اللي بخلّوهم شي يجي؟ بخلط يجيء بالكلام. كان الولاد لا يوجد مكسال بالنسبة لتغيظة البحر هي البحر المنطقة. كان الولاد لهم في المنطقة. قال جيدا 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 قد تقدم سيجيء لإدارة. كان لأخط سيجوغ الطيبة. كان كل واحد يحطيها لأخط سيجوغ الطيبة. ما عندي لأخط سيجوغه لا تستخدم المغرب. كل واحده الاسباب ديرو كينا الناس مفاهمين وكيبقوا يحضروا كيبقوا يقول لك وحنا اراد الدولة سفطعت لكم و كيبقوا يدخلوا بمقاوة الهاتف ايجابوا بمقاوة الناس يدخلوا بمقاوة الناس يدخلوا بمقاوة موادسة ايضا انا لم يكن لدي باسبور كيف سوف نأتي يقول لكم اشخاص يقول لكم كنتم ناعسين لما كنتم ناعسين كنا خايفين اولا ما عندناش وراقينا باش غنجي راشي الناس خصوهم يفهموه خصوهم يدخلو الراتم يبقوش يقول لها دادرة حيث دادرة تؤثر على الولاد بزاف وحق الله فغيرهم كدرنا وكدرهم بزاف سيخطو الناس اللي ما عندنش وراقي ويحسوا بنا شي شوية ويحسوا بذلك الولاد مساكن وغير يحطوا راسهم في بلاستهم فتشي واحد ما كيتمنى انه يكون في ذاك الموقف فتشي واحد وربي معاهم وربي معاهم والله يكون معاهم يا ربي امين وقام هذا كان قرار شجاع وصائب اكيد والوالدين دائما كيف يفكروا في الاصلح لينا والاقوام لينا شنو تبغي تقول السادة اخر كلمة والرسالة ديالك انا اللي كان قولك واناشدوا المسؤولين باش يديروا حل هاد الوليدات وكندعي المغاربة كلهم باش يدعيوا مع هاد الوليدات الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء باش يجيونا على خير وباخير هذا الشي اللي كان قولك اما الجانب النفسي انا حاسة بمعارفاهم واتدمروا او سادة ووليداتنا اتدمروا اه زبا واحد المأساس والله العظيم واخا وقولك راه ما يمكنش تشوف هذا الشيء يعني انا كان تواصلوا معاهم واخا وقتلقوا هاد الوليدات كيفاش غيشيو ومع ذلك بغيناه ومعناش مشكل احنا مستعدين ان ندروا اليوم مثلا حيصاص هادة بغيناه وليداتنا يجيو لينا الله يجازيكم باخير وكن نادي وان يدحل الأمهاس والآباء يدعوا مع ذلك الوليدات باش يرجعوا للمغربة تشيروا كل يوم باش نصب هاد كل الاصدقاء دينا ندعي معاهم ورب معاهم وسأ الله ربيدوا وذات شبه خير وراجعوا الله يدعي شيتا وليا الخير يا ربيد شد اقتر دينا دعا ديالك لهذه الوليدات هادو ربي يوقف معاهم ان شاء الله وربي كنت منهم الله يفرج عليهم ويديرنا خير ويدير لهم خير يا ربي امين ويديرهم مخرج يا ربي امين ان شاء الله يا ربي يا ربي امين ندائنا المسؤولين والناس اللي قائمين على هاد الحالة هاده الله يخليكم إلا كان لكان شي بوسيبالي ان هاد الوليدات يجيو بأي طريقة في الحقيقة راح تدوك الناس اللي عايشين تم اكتل اوكرانيين تهمار الحرب عليهم ولكن الوليدات المغاربة اللي مشوا بشي حصلوا التعليم وملقوش كيفاش يجيو كان عندهم المانع يعني اللي هو غير فلوس او باسبور او هذا كانت منو ان استفارات القمعة ومحل ومشاهدين الكرام كنقول لكم في انتظار تعليقاتكم ومقترحاتكم وكنقول لكم هذا الفيديو هذا ليه العبرة وهذه رسالة من ويأم العائلة ديالها لكل الناس العالقين والدرير اللي كان ينتم احنا كنشدوا على ايديكم بحرارة ان شاء الله ستجيو يا ربي امين دعائنا ان الله سبحانه وتعالى يسخر لكم باش تجيو وترجعوا الوليدكم متنسوش تقابونا وفلاشيني يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد اليام 24 عيونكم التي لا تنام